مشاهدين شاهدنا في الأيام الماضية صور قاسم سليماني التي رفعت في شوارع الموصل بالعراق وقطاع غزة بفلسطين الصور التي أثرت دجة واسعة بطبيعة الحال في الشارع العربي لم تدم طويلا زقها المواطنون الرفضون لسطوة إيران في بلادهم ولأن الأمر أخذ صدا واسع على مواقع التواصل الاجتماعي طرحنا عليكم سؤالا على منصات الحدث لنستعرض أراءكم بعد تمزيق وحرق تلك الصور نبدأ بتغريدة الأولى لمتابع قال ببساطة شيمة العروبة تغلبت على الأطماع الفرسية وحساب آخر علق على تويتر أيضا وقال منذ يوم أتى هو وفيلقه المشؤوم في إشارة لفيلق القدس لم نرى سوى بغداد وصنعا ودمشق وبيروت تحترق وتكتوي بنيرانه بينما لم يطلق طلقة واحدة لتحرير القدس الحسن اعتبر سوريين من أكثر الشعوب تعاطفا مع القضية الفلسطينية وقال لم نستغرب من رفع صور المجرم سليماني في شوارع غزة لأن قطاع غزة يحكمه تنظيم موال لإيران ولأن القضية الفلسطينية قضية محقة فلا يجب أن نحصرها بتنظيم حماس الإخواني شدن الحياة ويبدو أنها من العراق كتبت على حسابنا في تويتر قالت سليماني مجرم حرب وقتل أطفال العراق وقتل شباب تشرين بدم بارد هو وأبو مهد المهندس الشيء المفرح في سنة 2020 هو قتل سليماني والمهندس مشاهدين هذا ما كان على تويتر دعونا نرى ماذا علق المتابعون على صفحات الحدث بفيسبوك والبداية مع تعليق لحساب باسم أبو صالح الذي كتب إيران تعرف حق المعرفة أن شعوب المنطقة تكره تدخلها السافر في الدول العربية مع ذلك تقوم باستفزازهم بنشر صور الرجل الذي كان أكثر من دموي في بلادهم حمزة ناصر كان له تعليق أيضا استنكر من خلاله تسمية سليماني بشهد القدس مشيرا إلى أنه قاتل بكل الدنيا قاتل فيها ولم يقاتل في القدس ترجمة نانسي قنقر